هنروح لكرة اليد سيدات بعد معادهم من بطولة أفريقيا وإسرار النادي الأهلي وإسرار مجلس إدارته بكهدد الكابتل محمود الخطيب أن فريق السيدات يكون ليه تواجد وتواجد قوي في أفريقيا اللعبات شاركنا في بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس اللي فاتت والنهاردة النادي الأهلي خلاهم يشاركوا في بطولة أبطال الدوري بعد غياب طويل وعملوا مباراة قوية جدا مع فرق أنجولا النهاردة بنقرب بس خليدي قبل ما أقولي الخبر أنت عشان تقدر تكسب فرق أنجولا اللي بقى لها سنين طويلة بتلعب في بطولات أفريقيا سواء منتخبات أو أندية لازم تحتك معه كرة اليد نجاحها مبنى على الاحتكاك وده المبدأ اللي رسخه الدكتور حسن مصطفى منذ أن كان رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد في التسعينات ومن هنا بدأت التفرة على قدر احتكاكك على قدر نتائجها لكتحرك فالنهاردة النادي الأهلي بيخلي لعبت وفريق كرة اليد للسيدات بيحتك مع فرق قوية مبارايتين كانوا مع أنجولا وعملنا مباراة قويسة جدا أخذنا رابع ولكن النهاردة أنت بتخسر فرق هدف أو اتنين من أنجولا وده ما كانش بيحصل قبل كده ما كانش بيحصل قبل كده فالنهاردة أنت بتقرب منتخب مصر النهاردة كسب مباراة ودية مع أنجولا وخسر مباراة فأنت رايح وبتقرب فالنادي الأهلي وقف ورا فرقته رجعوا من بطولة أفريقيا بعد أن حصدنا المركز الرابع ودخلوا على بطولة العمومي فأول مباراة كانت طبعا أول لقاء لهم البنك الأهلي وزي ما قلت حضراتكم البنك الأهلي برضو عامل فرقة سيدات فرقة محترمة جدا جدا والمباراة طبعا الفريق بيقوده كابتال محمد عدد الزهولة طبعا أكيد حضراتكم عارفين أكيد عرفتم وحفظتم طبعا الأجهزة الفنية بالكامل في النادي الأهلي والمباراة تكون الجمعة اللي جاية إن شاء الله مع نادي البنك الأهلي الفرقة طبعا يعني في حالة جيدة الحمد لله يعني ما فيش إصابات ويعني ما عندناش طبعا بطولة عالم لأنه البطولة العالمة تعمل في مش داي الرجال هالعب بارتس الرجال وبرضو نفس الفريق ده حصد البطولتين السنفة الدورية وكاس النهاردة محتاجين ثبات المستوى قابتال محمد عدد الزهولة طبعا عينه على البطولات المحلية كانت الفرقة دي قبل بطولة أفريقيا لعبة مباريات في بطولة القاهرة وبعد كده لعبة بطولة أفريقيا رجعت بعد كده كملت هتبتدي البطولة العمومي فإذا جدوالهم مختلف شوية عن الرجال لأن الرجال أجندتهم أكبر شوي وأجندتهم فيها مباريات أكتر إن شاء الله نتمنى التوفيق للفريق وإن شاء الله يعمله موسم كويس زي الموسم اللي فات فرق كرة اليد تم وضع على الطريق الصحيح من 3-4 سنين ده نتيجة جهد وعرق وشغل مش محتاج أقول لحضراتكم أنه يعني كابتل محمود الخطيب ومجلس إدارة بالكامل ومعالي الوزير عامل فرقوني بالرئيس والمجلس بالكامل مهتم أديه بالعلعاب الأخرى ويعني اشتغل بشكل كبير على كرة اليد مدير النشاط الرياضي كابتل خاد العودي زميل العزيز برضو يعني من أسر كرة اليد وعارف كمان كل يعني ما يحتاجه هذا القطاع فالحمد لله الدنيا مشى كويس يعني نمسك الخشب ربنا يكرمهم ويكملوا سواء على قطاع البطولة أو على الناشئين والناشئات والبراعم كل ده الحقيقة يعني بيشتغل بشكل جيد النادي الأهلي اختار الطريق الصعب منذ 3-4 سنوات وهو بناء فريق صغير السن يتسيد البطولات 10 سنين والنهاردة احنا بنجني الثمر ده في الوقت اللي كان برضو وإحنا بنبني الفريق ده في النادي الأهلي كنا مطالبين في النادي أخذ البطولات إن الجمهور النادي الأهلي دايما ما بيقبلش بمركز الأول ونجح الفريق برضو وهو بيتبني في المرحلة السابقة إنه ياخد بطولات وإنه هو يزيد من رصيده في عدد البطولات النهاردة ان شاء الله يعني الجمهور بيطالب زي ما بيقولوا بالفوز بكل البطولات أنا دايما بحاول أخطار أنتقي الألفاز بشكل جيد النادي الأهلي بيدور على الفوز بس بصش لأي حد ولكن النهاردة الجمهور النادي الأهلي شايف الفرقة دي تستحق أنها تحصد كل البطولات سواء أفريقية أو محلية إن شاء الله الفريد ده يعمل شغل كويس سواء رجال أو سيدات